رمضان شهر الله رمضان شهر الله ألا هلاله لتعم فينا رحمة أفضاله من صامه لله طاب ما قالوا وسمت عن الدنيا بأفعله رمضان رمضان شهر الله رمضان رمضان شهر الله المؤمنون ترحبت أرواحهم بصيامه وتطهرت بقيامه المؤمنون ترحبت أرواحهم بصيامه وتطهرت بقيامه المؤمنون ترحبت أرواحهم بصيامه وتطهرت بقيامه المؤمنون ترحبت صباح الخير لكم مشاهدي الأخبارية السورية يوم جديد إن شاء الله يحمل كل الخير والبركة خلال هالأيام المباركة اللي بتحمل مع المغفرة فخلوا الدعاء بوسطتكن والليا الصادقة والطيبة هي النواة الحقيقية لصيامكن خلال الشهر الفضيل أمنياتنا ودعاءاتنا بإنه يحمل هذا الشهر ببركته كل الخير والسلام مع الانتصارات اللي عم تتحقق على الأرض والأمان اللي رجع يكون هو عنوان حياتنا لكم أبطالنا كل التحية والسلام أبطال للجيش العربي السوري وأكيد بدي يصبع على ليا يسعد صباحك ليا سعد صباحك يا سالي صباح الخير رواح 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 صباح الخير لكل المشاهدينا وإن شاء الله الابتسامة وفعل الخير والدعوات الصدقة هي المعاني يلي لابد أن تكون جزء من روحنا خلال شهر رمضان المبارك بهذا الشهر الكريم نرجع لنتوقف أمام روحنا وأنفسنا ونرجع أخطائنا ونسترجعها مع بعض لحتى نبدأ من جديد وبهالأيام المباركة منتمنى يعمل خير والسلام على سوريا وعلى أهالي سوريا وعلى حراس الأمان أبطال الجيش العربي السوري صباح الخير ومن أسر الياسمين بالمزي اللي عم نطل فيه وعم نترافق معكن يومياً عن جديد بدي يصبح على كل المشاهدين أكيد مع محطات عديدة ومتنوعة رح نروح لفاصل ومنرجع موسيقى اشتركوا في القناة رائدة فضاء روسيان وهما يلعبان كرة القدم سالي وقد تم تصوير المقطع بالوقت يلي بينتظر في محبو كرة القدم بجميع انحاء العالم المونديال بروسيا يلي رح ينطلق بعد اقل من شهر وكذلك ينتظره رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية خلينا اشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليا رح نروح لنشوف مجموعة من الخبريات الرمضانية من العراق سوري والجزائر خلال هالشهر الفضيل واكيد اخر النصائح الطبية وتفاصيل هالاخبار كلها تجمع زميلتنا لنا شايبون بهذا التقرير مثل ما تعودنا ببرنامج صباحنا غير نخبركم خبريات عن تقوص البلدان المختلفة وتقاليد رمضان يلي بيحيها شعوب العالم بشهر الفضيل البداية مع بزار كرقعان بالبصرة اللي بيعتبر جزء تراثي من موروث الثقافة للشهر الفضيل والأيام المباركة يلي عم بنعيشها بيبدأ المهرجان الفلكلوري بمجرد غروب الشمس وتناول الصائمين لأفطارهم وبيأدي الأطفال رقصات تقليدية على أنغام موسيقى شعبية كما يعرض الكثير من المنتجات اليدوية والأعمال المنزلية واللي بعود راعة لأعمال الخير وللأسر الفقيرة بشكل خاص إلى جزائر يلي عم تشهد بالأيام المباركة افتتاح أسواق جديدة توفر المواد الغذائية للمواطنين بأسعار منافسة ومخفضة واللي بتعتبر خطوة جديدة لتعزيز الانتاج الزراعي المحلي وخفض استيراد المواد الغذائية وأبدى المواطنون بجزائر ارتياحهم للأسعار بشكل كبير واللفت بالخبر خاصة أن الأسعار بأنحق باستخدام التكنولوجيا يلي بتنبه الحكومة في حال حدوث ارتفاع بالأسعار ختام أخبارنا لليوم رح يكون مع الحمية يلي بيتبع العديد من الأشخاص خلال الشهر الكريم وبأغلب الأوقات بيعتبروها فرصة لإنقاذ الوزن ولكن أكد الخبراء التغذية من جامعة في فلندا إلا أن الحميات يلي بتعتمد على نسبة عالية من البروتينات ممكن تكون إلى تأثير سلبي على صحة الإنسان ووجد الباحثون أن النظام الغذائي الغني بالبروتينات بضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ونصح الخبراء باتباع نظام غذائي منخفض السكرية وفيه الكثير من الأسماك والبخول والخضروات ليا بعد هالجولة على آخر الأخبار راح نرجع بالتاريخ ونشوف بمثل هاليوم بالذاكرة شو أبرز الأحداث اللي صارت ونتعبع سوا بحكاية يوم لكل يوم أحداثه هو أخباره منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يثقر في مثل هذا اليوم من العام 1487 اكتشف المستكشف البرتغالي دياز بمساعدة الرحالة العربي ابن ماجد طريق رأس الرجاء الصالح أثناء عودته من الهند في عام 1752 بنجامين فرانكلين يثبت أن الصواعق تتكون من الكهرباء وذلك خلال تجربته الشهيرة بإطلاق طائرته الورقية في يوم منطر في عام 1944 سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء وذلك في نهاية الحرب العالمية الثانية وفي مثل هذا اليوم من العام 1975 مصر تعيد افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الاحتلال الإسرائيلي منها وذلك مع عبور أول سفينة منذ ثماني سنوات وفي عام 1981 بداية ظهور مراد فقدان المناعة المكتسبة الإيطز ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1862 أليفار غوستلارد طبيب سويدي حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1911 وفي عام 1955 فايس قزق الممثل السوري ومن الوجوه التي غيبها الموطع على مينا في مثل هذا اليوم من العام 1866 جون ستويرات مستكشف سكوتلندي وفي عام 1981 أحمد رامي شاعر مصري صباحنا لسه أول ويمكن سوى نشهد خلال ساعة القادمة على أحداث اتغير مجرد تاريخ نهاركم سعيد أولا محطاتنا لليوم يا سالي رح نروح فيها للتميز والإبداع والبصمة السورية الخاصة بهيدا المجال يلي عم تكبر يوم بعد يوم ومؤخرا أطلقت هيئة التميز والإبداع إدارة الأولمبياد العلمي السورية الملتقى العلمي للفرق الوطنية السورية بمواد الرياضيات والفيزياء والكيميا والمعلوماتية وعلم الأحياء تمهيدا واستعدادا للمشاركة بمسابقات الأولمبياد العالمية وذلك في مدرسة بنات الشهداء بالمزة نحن نحكي أكثر عن الملتقى وعن الهيئة بيصرنا أكيد شاركنا صباحنا لليوم لأستاذ عماد العزب رئيس هيئة التمييز والإبداع يسعد صباحك أستاذ عماد ورمضان كريم صباح الخير صباح الخير ورمضان كريم أكيد دائما التمييز والإبداع هو عنوان سوريا وأبناء سوريا وطلاب وطالبات سوريا بالبداية خلينا نحكي عن الملتقى المركزي بديموشق للأولمبياد العالمي باعتباره المرحلة لتكون باتجاه منصات تتويج العالم يتفضل الحقيقة يعني مثل ما اعتادت الهيئة كل عام في عنا ملتقى نجمع فيه الطلاب المتميزين على المستوى الوطني على مدار ثلاث سنوات هذول الطلاب بيجتمعوا كل ياتهم بهالملتقى هو ملتقى مغلق بياكلوا بيشربوا بيناموا بيطلقوا درجات أعلى من العلوم والاختبارات لمستوها عادي اللي بتحاكي لحد ما الاختبارات اللي بتصير على المستوى العالمي عنا تقريبا بحدود 141 طالب وطالبة اللي التحقوا بالملتقى هني نتاج الطلاب على مدار ثلاث سنوات اللي فازوا على المستوى الوطني اللي ثلاث سنوات واللي كان في عندهم حالات تميز وابداع بالاختصاصات اللي زكرتيا حضرتك هلا فبيطلقوا من خلال مجموعة من الأساتذة والدكاترة من هيئة الطاقة الزرية ومركز دراسات والبحوث العلمية والجامعة الدمشق مستوى متقدم وعالي من العلوم تحضيرا للمشاركات على المستوى العالمي اللي حتبدأ بعد العيد إن شاء الله يعني فور انتهاء الملتقى تبدأ المشاركات على المستوى العالمي نعم ساذ عمد مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه الملتقى بمدارس بنات وأطناء الشهداء كمان عم تصير فيه تدريبات للطلاب بالمدارس رح يقدموا فحوصات ويقدموا على مسابقات رح يشاركوا بالأولمبياد الأطفال الحقيقة يعني هو كمان هذا تشاركية جديدة صلى عمره سنتين تقريبا مع مدارس أبناء وبنات الشهداء وأنا بعتبر هذا الجزء يعني أقل ما يمكن أنه نحن كهيئة نقدموا لأبناء الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن شاركوا وكل عام عم يتقدم المستوى عندهم أكثر من العام اللي قبله لذلك صارنا نشوف فيه تقدم ملحوظ بمستوىهم هن هم يشاركوا لا شك هم يشاركوا بالأولمبيادات الوطنية بس لسه ما وصلوا للعالمين إن شاء الله بالسنوات القليلة القادمة بيكونوا هن ضمن أو أعضاء بالفرق اللي حتشارك على المستوى العالمي إن شاء الله يا ربوة تتكلل بالنجاح لكل أبناء سوريا رح نكفي حديثنا معك بس رح نروح نشوف أجواء الملتقنة كاميرات الإخبارية السورية حاضرة برفقة زميلتنا سلم عودة ونرجع نكفي حديثنا كرم القنطار حادي عشر نجحت على البكالوريا حفظت صوي دمات الفيزي هلأ نحنا حاولنا بحلب يعني نستعد شوي ونتدرب بس طبعا هون التدريب العملي وردين يركزوننا عليه أكتر إن شاء الله يعني نجيب ذهب العالمي أنا صالح ربيع من العتقية صفع عشر مشارك بمادة المعلوماتيين أكيد الأولمبياد كتير بيغير من طريقة التفكير بيوسع التفكير بيخلي واحد يفكر بطريقة أوسع أو يعني يخرج خارج الصندوق يعني وأكيد الأولمبياد تجربة كتير جائعة يعني وإن شاء الله مستعدين للمرحلة الجاي قدرات كبيرة ومعارف كتيرة ممكن تفيدنا نحنا المراحل الجامعية المتقدمة ممكن نحنا تكسبنا قدرة على التمييز بهي المراحل اللي رح نتخدم فيها نحنا جينا لهون على الملتقى العلمي نكتسب خبرات مدى كاترة الأكفأ في سوريا اللي هن رح يجابون لنا ياها هذه التمييز والإبداع اللي ممكن تغطينا معلومات تفيدنا بالمحافل العالمي لنرفع عالم الوطح اشتركوا في القناة يعني متل ما تابعنا بالتقرير في أجواء من الحماس وفي ممكن إرادة وحب تفوق بداخل كل الطلاب أستاذ عماد قديش مهم اليوم أنه الطلاب المتفوقين بالسنوات السابقة أنه هنه يحكوا تجاربهم ويندمجوا مع الطلاب الجدد وخاصة بالملتقى بما أنه عمره سنتين ويحكوا تجاربهم وسفراتهم ويمكن الأجواء الفحوصات اللي كانوا ينحطوا فيها هلأ لا شك ونحن يعني صارنا مدي تقريبا عما نشارك الطلاب هلأ في عنا قسم الطلاب اللي حصلوا على الجوائز على المستوى العالمي هنه نفسهم عما يشاركوا بتدريب الطلاب الجدد حتى هلأ في خطوة جديدة أغدمت عليها الهيئة نحن دائما واتطلع الوفود حتى تشارك على المستوى العالمي ووفود الطلاب بيطلع مع حدا كاترة هاي السنة الأولى اللي نحن منطلع فيها الطلاب بعض الطلاب اللي حصلوا على جوائز عالمية على مستوى العالم طلعناهم مشرفين أيضا على الطلاب الجدد يعني بمرحلة إعدادية لا اللي طلعوا صاروا بمرحلة جامعية بس أني عندهم مشاركات قبل ما يكونوا بالمرحلة الجامعية يعني كانوا طلاب بكالوريا أو حادي عشر أو عاشر تم انتقاء طلاب يلي بزلوا جهد وتعاونوا مع رفقاتهم الجدد ودربوهم هون طلعنا هلأ مجموعة جديدة من هؤلاء الطلاب هم مشرفين على زملاءهم الطلاب الجدد هذا ترك أثر كتير طيب وكتير جيد لأنه حتى في بعض المعلومات يعني طالب لطالب يمكن يكون عنده قدرة متقاربة يوصلها بشكل أوضح وخاصة يحكي لهم عن تجربته اللي هو خاضب وطلع على العالمية وكيف حصل وكيف حصل على جوائز حماس بشكل مباشر تماما يعني يا أستاذ عماد دائما مثل ما بنعرف أنه الهيئة أصبحت تقدم كثير بمجال التمييزة مؤخرا طبعا هي النواة كانت وما زالت وأعلنت طبعا الهيئة اطلاق هذا الملتقى طبعا من التعاون مع وزارة التربية نعم والأمانة السورية للتنمية نعم والثاني الثانوي من مدارس المتفوقين بالمحافظات وأيضا المركز الوطني للمتميزين خلينا نحكي أكتر هلأ هي خطوة جديدة وفتحنا باب جديد نحنا مناظرات ثقافية هي أولمبياد موجودة على مستوى العالم جديد نحنا اشتركنا فيه عالميا وبدأنا فيه هذا العام بشكل تجريبي لحتى نقدر يعني نضبط آلية عمله للعام القادم بشكل دقيق كانت هناك رؤية أن يكون محصور العمال من خلال مدارس المتفوقين والمركز الطلاب والمركز الوطني للمتميزين بيغضعوا لعدة اختبارات بعد هاي الاختبارات هي مناظرات بتشكلوا فرق يعني بتجسد روح الفريق أكتر مو شخص ككل شخص مع شخص كان هذا الشيء كتير بيفيدهم حتى حتى أنه في روح تعاون ممكن يتبادلوا بتبادلوا المعلومات لكن بالضبط بتبادلوا المعلومات وبطبيعة الحال هي المناظرات الثقافية على المستوى العالمي هي ستتم باللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها فبالتالي لازم على الطالب أو الطالب يكون عنده قدرة عالية من يعني متمكن من اللغة الإنجليزية أولا وأن يمتلك ثقافة واسعة وشاملة عامة يعني بتشكلوا هالفرق هاي ومن خلال التصفيات اللي بتصير فيه فرق اللي تتشارك باسم الجمهورية العربية السورية بالأولمبيادات بالمناظرات العالمية على المستوى العالمي هل حدث هذا تم بالتعاوم ما بين هي التمييز والإبداع ووزارة التربية والأمانة السورية للتنمية حتى يعني نحاول القدر المستطاع أن نوفر كل مستلزمات نجاح هذا المشروع إن شاء الله وأنا متفائل كتير إن شاء الله أنه يعني بدأنا نحن بالهيئة على الاعتبار سابقا كنا متخصصين في الأمور العلمية فقط أو العلوم الأساسية هلأ إن شاء الله فيه أبواب جديدة عم تنفتح للأمور الثقافية بشكل واسع إن شاء الله نعم أكيد إن شاء الله وبجهود الأستاذ ابن المجلون تحية تحية جهود الكوادر يلي عم تتعب ليل النهار أستاذ عماد صار فيه بعثات للمرحلة الجامعية بعثات خارج سوريا خلينا نحكي مع مين بتم التواصل وكيف يمكن تقدم البعثة وعلى أي أساس بتم اختيار الطلاب يعني كمان في عدد هائل من المتفوقين لا شك يعني نحن لا شك نحن صرنا هلأ هاي السنة الثانية الدفعة الثانية طلعت وهلأ نحن خلال شهر تقريبا أو شهرين على أبواب إرسال الدفعة الثالثة للطلاب المبتعاسين إلى الخارج لإتمام مرحلة الماجستير والدكتورة هناك مسارين أساسيين إما أن يكون طالب من طلاب الأولمبياد حاصل على ميدالية أو شهادة تقدير عالمية أو الأول من كل اختصاص وهناك أيضا نقطة مهمة هم طلاب المركز الوطني للمتميزين طلاب المركز الوطني المتميزين يبدو صف العاشر وهو مركز داخلي سكن داخلي اختصاصات متاحة فقط لطلاب الهيئة يقوم الطلاب بالتسجيل فيها في هذه الاختصاصات عند الانتهاء من المرحلة الجامعية يصبح هؤلاء الشباب والشابات جاهزين للإفادة الخارجية طبعا قبل ذلك هم مفادين داخليا الإفادة الخارجية تم إفادة أول دفعة العام ما قبل الماضي وهذا العام تم إفادة دفعة ثانية ونحن على وشك التحضير للدفعة الثالثة الدفعة الثالثة يعني مجموع تقريبا بيوصل لحدود 140 شاب وشابة لحتى يحصلوا على الماجستير والدكتوراه القسم الأكبر راح لروسيا وآثرنا إلا تكون يعني أهم الجامعات الروسية يلي كمان بالمقابل إلى تصنيف عالمي يعني اللي داخلي ضمن التصنيف العالمي وهلأ حاليا بهالوقت هذا نحن عنا وفد من إدارة الهيئة موجود بروسيا عما يجري مفاوضات لانتقاء أيضا جامعات متقدمة مثل جامعة موسكو الحكومية وبتل جامعة سانت بيترسبورغ اللي هي جامعات مرموقة عالميا حتى نأمن أفضل الفرص لطلابنا اللي لحيطلعوا هالسنة إن شاء الله إن شاء الله يتكلل بالنجاح وبالتميز وبالأبدع خلينا نحكي عن الجديد القريب الجديد بالهيئة باعتبارها مؤسسة تعليمية متميزة الحقيقة هلأ نحن عما ندرس فكرة إدخال اختصاصات جديدة للبرامج الأكاديمية اللي متاحة للطلاب بالمرحلة الجامعية يعني نحن بالمرحلة الجامعية في عنا علوم طبية وحيوية عنا علم الليزر وتطبيقاته عنا هندسة الطيران هاي السنة الأولى بيدخل هلأ هندسة الطيران عنا معلوماتية متقدمة بمستوى عالي هلأ نحن عما نفكر بموضوع الهندسات يعني بس بمستوى متقدم بمستوى غير الهندسات اللي اعتادوا الطلاب أنه ندخلوا عالجام لكن هندسة الطيران كل اللي عم يتابعها هندسة الطيران هاي أول سنة نحن تدخل هندسة طيران طلاب يجوا بيدرسوا هندسة طيران فنحن إن شاء الله هذا في مجال البرامج الأكاديمية أيضا في مجال الأولمبياد هناك فكرة لإدخال مصابقات جديدة حتى تنتسب إلى سوريا على المستوى العالمي وندخل ونصير أعضاء ونمثل سوريا ونقدر ويقدروا شبابنا يرفعوا عالم سوريا في أهم في أهم المحافل العلمية العالمية الشبابية نعم إن شاء الله يا رب وأكيد عنا ثقة الكتير كبيرة أستاذ عمادة يعني لسنوات عديدة حضرتك دايما عم تكون ضيفنا ودايما عم نطلع على كل جديد خطوة بخطوة ولكن يمكن هيك عم نشوف بعيونك اليوم هاي الثقة الكبيرة المرافقة النصرية اللي عم يصير بالبلد وبالشام بهمة أبطالنا كمان الانتصار بالشأن العلمي والهيئة قديش كبرت مع كبرها البلد ومع طلابا يعني مع طلابا هنا نطور واتطورت الهيئة اليوم هاي المرحلة اللي وصلت لها الهيئة قديش هكي فيها فخر يعني حليني بس لهالنقطة هاي بالضبط نحنا بدأت مشاركاتنا العالمية في عام 2009 للأسف إنه دخلت يعني دخلت المشاركات العالمية على التوالي مع دخول أو بدء الأزمة بسوريا كل الناس راهنت واعتقدت إنه هالمشروع هذا هو اللي حيبدأ يعني يتراجع ويطباط العمل فيه إلا إنه اللي صار العكس تماما يعني نحنا حتى في أشد سنوات في أشد سنوات الأزمة اللي مرأت على البلد كنا عما نحقق ميداليات على المستوى العالمي يعني أنا ما بنسأل من جميع المحافظات السورية خلينا ننوى على هاي النقطة نحن طلابنا في من جميع المحافظات السورية وقت كانت نلاقي صعوبة بنقل الطلاب ما بين المحافظات كنا نتحدى هذا الظرف وهذا الواقع ونجيبهم للطلاب وكنا حريصين جدا وكان يعني الدعم الأساسي اللي كان يعني عم يعطينا قوة دفع كتير كبيرة هي السيدة أسماء الأسد عقيلة سيد رئيس الجمهورية اللي بتشرف على المشروع بشكل كامل من خلال هذا الدعم قدرنا استمرينا وتابعنا وحققوا طلابنا على المستوى الوطني نتائج لكن الأهم النتائج يلي تحقق حقق طلابنا على المستويات العالمية نحن يعني إذا أخذنا الوضع اللي ما رأيت فيه سوريا أنه وضع المي ووضع الكهرباء ووضع الانترنت ووضع الستريس ووضع الحرب والحصار الاخري وعم يطلعوا طلاب ويجيبوا نتائج وعما نتحدى طلاب نحن تقريبا في بعض الأولمبيادات بيشاركوا فيها 121 دولة أنه نحن ناخد فضة وناخد ذهب على المستوى العالمي هذا إنجاز كتير كبير تمام يعني دائما بنرجع من أول السوري مبدع السوري عنده إرادة وأثبت هذا الشي يمكن نحن من خلال لقاءاتنا بطلاب الأولمبياد استضفناك على عديد من الطلاب وخبرونا عن تجربتهم بس يطلعوا لبره ويتفاجئوا زملاء الطلاب من دول أخرى أنه معقول أنتوا أنتوا لستاتكم وعم بتشاركوا كان في مفاجأة والمفاجأة الأكبر مثل ما تفضلت حضرتك واتأخذنا الميداليات الفضلية والذهبية خليني نحكي عن حماس الطلاب قدش الطلاب متحمسين رغم كل شيء عم يمروا يعني أنا بفترض علميا لو لا حماس الطلاب ما وصلنا لهون لو لا ثقة الطلاب ما وصلنا لهون لو لا ثقة أهالي الطلاب بالمشروع موصلنا لهم فبالتالي يعني يجب أن تتوفر القناعة لدى الطلاب وثقتهم بالمشروع ونزاهة المشروع يعني كمان موضوع نزاهة المشروع بيولد ثقة عند الناس أنه نحنا فعلا يعني ياما نحنا تصلع عنا طلاب ما كانوا يتخيلوا أنه هني يمكن يوصلوا للمراحل اللي هني وصلوا لها نعم وبالتالي الثقة الثقة بالنفس والثقة بالقدرات يعني هو بد يكون عنده ثقة عالية بنفسه أولا وثانيا لازم يكون عنده ثقة بقدراته وثقة بالناس أو الجهة اللي عم تشرف عليه يعني نحنا حتى السادة أعضاء اللجنة العلمية اللي توجهتيله ونحضرتك بالشكر هني منتقيين بشكل دقيق جدا يعني نحنا خيرة الأساتذة والدكاترا اللي موجودين بالبلد هني اللي عم يشرفوا على تدريب هؤلاء الشباب والشابات يعني أنا واتب روح ويجيب دكاترا من مركز دراسات والبحوث العلمية من هاي الطاقة الزرية من جامعة دمشق كمان هذا أنا بفترض وهذا إجاز كتير كبير لطالب شاب مثلا بالمرحلة الثانوية ومجموعة من دكاترا هي اللي عم تشرف على تأهيله ورفع قدراته العلمية دكاترا قديرين أكيد بنا نواجه لهم تحية مو بس متميزين بالعلم وأيضا بالأسلوب والعطاء الأسلوب يلي بيجذب الطلاب دائما مية بالمية أساسا يلي زكرته على الجانب التحديدا اللي زكرته على الطلاب أيضا على الدكاترا يعني نحنا بهمنا أنه الدكاترا يكون عندهم أيضا إيمان بالمشروع وقناعة بالمشروع لحتى يقدروا يعطوا بشكل أفضل وبالتالي نحنا كل الدكاترا اللي موجودين الحمد لله عندهم قناعة كتير عالية وعندهم ثقة أيضا بقدرات طلابنا نعم نحنا بنا نتمنى لكم كل التوفي ودائما نحنا فخورين فيكم وبكل إنجازات أكيد وبكل تحقيقات علمية بتقدموها شكرا كتير رمضان كريم وشرفتنا ونعطرينك بحلقات جديدة مع طلاب حاصلين على جوائز عالمية إن شاء الله إن شاء الله وشكرا كتير لكم إن شاء الله بتكون المقابلة القادمة مع فريق الطلاب اللي هيكونوا يجابوا نتائج على المستوى العالمي ورفعوا اسم سوريا عاليا أكيد كل الشكر لألك كل الشكر للكوادر جميعا اللي عم تشرف على طلابنا كل التوفيق إلى طلابنا وإن شاء الله يا رب منشوف سوريا اللي استعم يعلى ويعلى مستوى العالم فيها أكتر وأكتر شكرا لألك شكرا لألك رح نروح هلا لمنظمة الطلاع على البعض أكيد برعايتها وبمشاركة الجمعية الخيرية الشركسية في قدسية قدمة إفطار خيري للأطفال لأطفال أبناء الشهداء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة كميرا الإخبارية السورية كانت حاضرة الفعالية وافتنا بالتقرير التالي مع زميلة ناري مسليمان أطفال لا تفريقهم الإبتسامة رغم ظروفهم الصعبة ولأن ابتسامتهم أمانة في أعناق المجتمع أقامت الجمعية الخيرية الشركسية في قدسية إفطارا خيريا لأبناء الشهداء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة برعاية منظمة طلائع البعث الهدف الأساسي حقيقة هي التواصل مع هؤلاء الأطفال أبناء الشهداء والأيتام وكذلك أيضا الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وبالتالي أيضا هناك برامج عديدة لهؤلاء الأطفال ضمن هذه الاحتفالية وكذلك أيضا في كل الأنشطة التي تنفذها منظم الطلائع البعث حبينا هذه المبادرة نجتمع كلياتنا إيد بإيد إن شاء الله نقدر نعيد البسمة له الأطفال ويقدروا يعملوا شي ونرجعهم للحياة الطبيعية بهذه البلد وإن شاء الله كلياتنا نتساعد لبناء حتى إعمار البلد وحتى نرجع مثل أول وأحسن إن شاء الله بالتعاون كل شي بيسير نحن كتير مبسوطين نكتير في الحالين نحن جايين من مثل فرقتنا بأسوار نقدم عروض بالغناء لا لم نعد ما يزعمون وكنت أزعموا كل قطيع قدرون وكنزوا قناعتين وضراعتون خلف الدموع لا لم نعد ما يزعمون ما يزعموا المتأنقون فعالية فطور لأبناء الشهداء والأيتام وبعض ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن رح نقدم ثلاث فقرات أنه نعبر فيها عن تراثنا رافق الإفطار الخيرية بعض الفقرات الفنية من التراث الشركسي لإدخال الفرح والبهجة إلى نفوس أطفالنا وهلأ صار الوقت لحتى ننتقل بجولة على آخر الأخبار الثقافية والبداية من ريف حما وتحت عنوان لنرسم الفرحة على وجوه أطفالنا وقيمة في مدينة سلامية وبرعاية عدد من الفرق والجمعيات الخيرية الأهلية ببيئة المدينة حفل فني بمناسبة عيد الطفل العالمي أجراء من الحفل رصدتها كاميرا الأخبارية السورية برفقة مرسلنا محية دين فهد كل سنة بيكون في اليوم العالمي للطفل كل المؤسسات والجمعيات إن كانت حكومية وإن كانت غير حكومية بتشارك فيه بتعمل أنشطة للأطفال نحنا بمناسبة افتتاحنا المنارة السلامية المجتمعية تابع الأمانة السورية للتنمية قررنا نعمل نشاط يفتح بواب المنارة على الأنشطة المتساوية للأطفال كفئة نحنا نستهدفها بمجتمع السلامية بالأطفال بالأطفال نحن حبينا نعملهم احتفالية كتير كبيرة وحبينا أنه نعمل الدعوة عام نشان نحن نخصص فئة معيئنة من الأطفال حبينا كل الأطفال يكونوا موجودين معنا موسيقى نحن نروح لي على خبرنا التالي حيث أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشح لجائزة الدولة التشجيعية لدولة عام 2018 في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للإبداع والمبدعين في كافة المجالات أيضا مجال الجائزة في الفنون والاختصاصات التالية الموسيقى المسرح السينما الفنون التشكيلية والتطبيقية والاتصالات البصرية أما في الأداب الشعر الرواية القصة القصيرة المسرحية أدب الأطفال وفي النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية تبحث وزارة الدفاع الروسية بين جنود وضباط الموهوبين عن أفضل الأصوات الغنائية وعن أمهار الموسيقيين والمؤلفين الموسيقيين الذين يبدعون بمواضيع عسكرية وجاء في البيان الصحفي الذي صدر عن وزارة الدفاع أن أفضل الموسيقيين سيتم اختيار في إطار مسابقة تقام تحت شعار خياري هو الخدمة بالتطوع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 حيث تعرض دار سوبيد للمزادات في لندن خريطة أصلية لغابة المئة في الدان التي دارت فيها أحداث قصص شخصية ويني دابو الخيالية الكرتونية الشهيرة وأصدقائه في مزاد بسعر تقديري يصل إلى 200 ألف دولار والخريطة عبارة عن رسم بخط يد إي اتش شيبرد في عام 1926 ويصور العالم الخيالي المحبوب الذي ابتدعه المؤلف وتعرض الخريطة التي يقدر ثمنها بما يتراوح بين 1150 ألف جنيه استرليني في مزاد الأدب الإنجليزي والتاريخ والعلوم وكتب الأطفال والرسوم التوضيحية الذي يقام في تموزه خلينا نروح لفاصل ثقافي ونرجع من كف في باقي فقرات سباحنا غير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هلأ رح نروح بفقرتنا للمبادرات الاجتماعية والعمل الخيري اللي ما بيتوقف طيلة أيام السنة هذه المبادرات المجتمعية المتنوعة بنفس سوري وروح وطنية عالية وعملها أخذ طابع أكتر اتساع وفعالية بمواجهة واقع الإرهاب اللي تعرضت له بلدنا الغالية هذه الجمعية هي جمعية زينب الخيرية ولحتى نتعرف أكتر على نشاطات الجمعية المستمرة أكيد بشاركنا صباحنا لليوم زينب حمود سباح الخير يا زينب مديرة جمعية زينب الخيرية وأيضا أحمد الدكنجي المسؤول المالي لجمعية زينب الخيرية سباح الخير لك أحمد أهلا وسهلا فيكم رمضان كريم رمضان كريم يسعد صباحك زينب يسعد صباحك أيضا ورمضان كريم بداية نحكي عن الجمعية ونستذكر كل شي ونحكي عن تفاصيل معينة تفضلي الجمعية أشهرت في 2010 هي نشاطة قائمة من قبل 2010 بس في 2010 أشهرت نظاميا مع وزارة الشؤون عملها عم يزيد كل سنة عن سنة ما بيختص بشي محدد نحن عندنا الطبي عندنا المشاريع التنموية عندنا رعاية الأطفال عندنا مشاريع صغيرة عندنا هلأ بلشنا كمان عملنا شي مع منظمة الفاو مشروع لخمسين سيدة معيلة لأسرتها بمنطقة القدموس حكينا وقت في قبل بمرة كمان عن الزعتر البري صحيح زراعة الزعتر البري هذا كان آخر نشاط كبير فينا نقول عملنا مع منظمة الفاو بس موضوع الأطراف مستمر موضوع العمليات الجراحية مستمرة طلاب الإعانات المالية الشهرية كل هاي التفاصيل كلها مستمرة من الألفين وعشرة وكل مالا للأسف فينا نقول عم تزيد شوي يعني حاجات العالم عم تزيد خاصة بعد الحرب يعني يعني مخلفات فلحمد لله الأمور تمام مستمرة إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله أكيد زينب يعني نشاطات عديدة نحنا أكيد استطلعنا عليها بحلقات سابقة مع حضرتك وأكيد الجمعية شو بتقدم من مساعداته لك خلينا نروح لعند أحمد أحمد يعني أوسي صباح الخير صباح النوري روا خلينا نحكي اليوم بما أنه حضرتك مختص بالشأن المالي بالجمعية خلينا نحكي كيف بتم التشبيك مع جهات معينة كيف بتم يمكن اختيار عائلات بحاجة إلى إعانات مادية أو إلى عمليات أو إلى أي شيء بتقدم الجمعية كيف بتم تقييم هذا الشيء ماليا نخلينا نحكي نحنا بالجمعية طبعا عنا فريق أعمل كبير طبعا نحنا منه يعني وكلهم هنا موجودين على الأرض عم تكون هي طبعا لزيارات لمناطق بالمحافظات طبعا نزور المناطق نشوف مين فيها عالم بحاجة مساعدات من قيم وضعه طبعا المندوب هو بيكون الأساس بالتقييم لأنه هو موجود على أرض الواقع وبيشوف أكتر من نحنا موجودين ممكن بمكتب أو ما نمعه يعني فطبعا بيكون التقييم من عنده هو المبدئي بيكون في معلومات إضافية بيجيبها بفي قيم الوضع مرة تانية حتى نتأكد أنه هذا الشخص هو فعلا بحاجة المساعدة وعلى أساسه بيصير المساعدة بالتم المساعدة نعم يعني دائما العطاء هو شيء جميل والمساعدة أيضا بهيك ظروف رحل نرجع لك زينب لنحكي أنه مثل ما بنعرف أنه الجمعية تعنى بالجرحة والنساء المعيلات لأسرهم من خلال مشاريع صغيرة لا يقدروا يحسوا أنه هنه عم يشتغلوا وعم يأنجزوا وأيضا يكونوا فاعلات بقلب المجتمع خلينا نحكي عن هيدا هلأ ما أنه الجمعية كل الفئات بس الفئتين اللي ذكرتين هنه أكتر شيء هلأ حاليا عم يكون الضوء عليهم والتركيز عليهم طبعا السيدات المعيلات لأنه بتعرفي عدد الشهداء لأسر صار كبير صاروا هنه المسؤولين عن أولادهم عن بيتهم وطبعا الجرحة بعد اللي بصير فيهم وخاصة نحنا أكتر شيء اللي منركب لهم أطراف صناعية فالجريح اللي تركب له طراف صناعي بيكون عنده أي مهنة بيكون عنده أي شيء قبل نقول ما يروح الجيش أو قبل ما يتصاوب بيغضد نظر كيف ما كان نحنا بنحاول نرجع ننمي له ياها ونأسس له شغله اللي كان فاتحه قبل أو ممكن اللي حابب يفتحه نفسيته بترتاح طبعا يعني هو خلص نحنا مو إنه والله عطيناك كم ليرة أو عطيناك سلة أو أي شيء لأ نحنا عطيناك مبلغ صغير لنقول أو بحسب حاجتك لتأسس مشروعك أنت ما بقى تحتاج حدا هو هذا الشيء الأساسي اللي نحنا دائما ندور عليه إن كان مع الجرحة إن كان مع السيدات المعيلات أو أي شخص بحاجة مساعدة طبعا بغض النظر عن الطبي فهذا هو الهدف الرئيسي إنه نحنا نعطيه مثل ما بقوله طرف الخيط وهو يكمل لحاله بلا ما يعتاز أي شيء تاني السيدات المعيلات أدنا فينا في كتير سيدات يكونوا أولادهم موجودين بالبيت ما بيقدروا يطلعوا ما بيقدروا يشتغلوا ما بيقدروا يفتحوا مثلا مشروع صغير شو ما كان يكون بقلب بيتهم ممكن نحنا نفتح لهم هذا المشروع إن كان بصناعات غزائية إن كان بخياطة يعني بتعرفي السيدات إلهم أكتر تفاصيل أكتر وخاصة الحيوانات اللي نقول إنه نحنا ممكن نوزع مععز منوزع بقر بالريف يعني هدول أكتر ممكن نكونوا بقلب البيت ويستفيدوا منه لبيتهم ولبرة يعني هاي الفكرة الموضوع الزراعي حتى في كتير عم يعملوا الحدائق الزراعية بالبيت تمام يمكنوا غافل عنا كتير من هلا شوي صراحة مشان ما نحكي لحق أغلب المنظمات مع جمعيات عم يشتغلوا هذا الشغل مثل نفس مبدأ الفاولي نحنا عملناه يعني كله كانت الأراضي قريبة عبيوتهم مناسبة للأرض الزراعية الموجودة بالمنطقة لا ممكن نكون عندهم أرض صغيرة بيزرعوا بندورة بيزرعوا بيتنجان بيربوا مثل ما قلت لك مسنبقرة بيربوا جاج أي شيء ممكن هنن بيعرفوا يشتغلوا فيه نحنا موجودين لنقدم لهم هاي المساعدة لحتى هنن خلاص يعني يبلشوا حياتهم بلا ما يكونوا يعني يرجعوا على القليلة مثل ما كانوا قبل مضرور يكونوا أحسن بس على القليلة قبل الحرب ما أثرت فيهم طيب زينب هيك نشاطات قديش بده يمكن دورات بداية أو التسليمون راس الخط أو لأي مشروع قدي بدون دورات والمتابعة أيضا مع بعض المشروع يعني الجمعية عم ترجع ترصد أو تعمل تقييم للمشاريع اللي عم تنترح يعني هلأ كتير صايرين نحنا قبل كنا شوي قدي نسبة مئوية من النجاح الحمد لله كتير مبسوطين هلأ أكتر شي نحنا عملنا تقييم مشاريع للسروة الحيوانية ولا مشاريع الخياطة هنن مانون مشاريع يعني كل حدا بيشخصو بيبيتو بس بدل ما كان مردود مدخوله أكتر من الضاعف المدخول الشهري للعيلة بعد ما قدمنا هذا المشروع لأنه نحنا نطرح مشروع أو هن الناس بيطرحوه علينا ندرسه سوا قديش ممكن يفيده قديش عندك خبرة فيه واحدة مثلا ممكن أنه بتعرف شوي بموضوع مثلا لحلاقة أو الميكوب أو عندنا اهتمام تماما نحنا نعمل لها دورة أكترا ومن ندربها أكتر بمعهد قريب أو فيه كتير معاهد مثلا لهذا الموضوع ومنقدم لها المواد وهي بقى تبلش لحالة طبعا بهمنا كتيرا نقيم لنعرف نحنا إذا هذا المشروع نعطيه لحدة تاني أو لا إذا فشل عند شخصنا نعرف ليش فشل شو الأسباب فإجباري فيه المتابعة دائما موجودة يعني أقل شي سنوية يعني أقل شي نحنا بعد المشروع بسنة لازم نعرف شو نتائج هذا المشروع لحتى نشوف إذا منعمله لغير الأشخاص أو لا بكل النواحي طبعا طبعا ديش بالمية فينا نقول النسب النجاح وهكي الرضا الرضا فيني يقلك تسعين وما فوق لأنه أصلا العدد مو كتير كبير وأغلبه هن نطالبينه نحنا ما نجبر حدا بمشروعين يعني أنا مثلا بيجي الشخص اللي عندي بيقلي أنا عندي الأرض وعندي المكان وكذا بدي عجلة بحاجة كذا أوكي أنت قدران تربية قدران نحنا بندرس وضعه الاجتماعي ووضعه الصحي ووضع عيلته من ده يهتم عنده لقدر يجب له الأكل عنده لقدر يطلعه كل هاي التفاصيل قبل ما نقدم له هذا الموضوع فعلى أساسه بما أنه هو اللي طلبه هو المتشجع لهذا الشي هو المتحمس لهذا الشي فلا بتوقع تكون النسبة بالتسعين وما فوق بالنجاح لأنه منه نطالع مو إجباري إجاء الموضوع حلو كتير بالنسبة الميحة إن شاء الله يا رب تصير مية بالمية إن شاء الله يا رب إن شاء الله أكيد رح نكفي حديثنا معكم بس خلونا نشوف بعض الصور لنشاطاتها الجمعية ونرجع موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وايضاً كان لطلاب باكمال دراستهم حصة بجمعية زينب اشتركوا في القناة 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 بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعاشي إلى الراتب المقطوع النافذ حاليا للعسكريين وعده جزءا منه كما يقضي المرسوم رقم 9 بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاشي التقاعدي إلى المعاشات التقاعدي للعسكريين ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاشي التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعد جزءا منه سادفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الغربي أحياء سكنية في مدينة حلب بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بوقوع ضرار مادية في الممتلكات مراسل الإخبارية في حلب ذكر بأنه سقطت 12 قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على أحياء الزهراء وشارع النيل والأندلس والتي أدت إلى ضرار مادية في المنازل دون وقوع إصابات بين المواطنين ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري ردت بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وتمكنت من تكبيد الإرهابيين خسيرة بالعتاد والأفراد أكد الرئيس روزيف لادمير بوتن أن العدوان الثلاثي على سوريا يوم الرابع عشر من نيسان الماضي استدفى منع إجراء تحقيق موضوعي في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دومة بالغضة الشرقية في ريف دمشق بوتن قال خلال مقابلة مع قناة ORF تلفزيونية نمساوية أن الحديث عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة دومة أصبح ذريعة للعدوان العسكري على سوريا مشروسيا لن تقبل نتائج التحقيق في حادثة دومة إلا في حال كان موضوعيا وأشار بوتن إلى أنه تم العثور على شهود عيان من موقع الهجوم المزعوم قالوا بأن الحادث كان مفبركا مضيفا بأنه تم العثور على أطفال مع أبائهم ظهروا في فيديو الهجوم المفبرك أكدوا بأنه جرى سكب الماء عليهم وكشفوا بأنهم لم يفهموا ماذا كان يحدث وقد تم إحضارهم إلى الهي لكي يدلوا بشهاداتهم ولكن لا أحد يريد الاستماع إليهم جدد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخاميني وقف إيران إلى جانب المقاومة في وجه الكيان الصيوني وقال إن إيران تقف إلى جانب الشعوب المظلومة وتدعم دول محور المقاومة ولسيما سوريا وضف الخاميني إن إيران ستواصل دعمها لقوى المقاومة في المنطقة وعلى الشباب العربي التصدي للضغوط الأمريكية مبينا بأن بعض دول المنطقة تتصرف كأعداء لشعوبها وشدد الخاميني على أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن قدراته الوطنية سيقف بقوة أمام غضرصة الأعداء وستكون قراراته عقلانية ختام الموجهز والآن عودة للزميلات في سيد سبعنا أنا ضجت منها شكرا كثير لألك زميلنا بهاء وهلأ أكيد وصلنا لفقارتنا الطبية يا سالي رح نروح فيها ليالا لسلامة الفم والأسنان اللي ممكن تكون المفتاح لسلامة صحتنا بشكل عام وأيضا لابتسامة ما بتنمحها عن شفايفنا لذلك الكثير من المشكلات بعانوا مننا ممكن تكون شرارة للكشف عن مرض ما واليوم لكثير من النصايح رح نستفيد منها سوى مع الدكتور عيماد الأيوبي أخصائي في مجال علاج الأسنان وتجميل رمضان كريم ويسعد صباح لينا وعليكم صباح صباح النور أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك دكتور يعني هذه كل حلقة وقت كنت معنا ضيف كنا عم نحكي عن مشاكل يلي يمكن بترافق الصايم خلال الصيام وما بعد الإفطار ذكرت لنا نقطة أنه يمكن في كتير من الأمراض بتظهر هي علامات الأمراض يمكن معي شعشة الجسم تظهر في الفم دعونا نحكي عن أبرز هاي الأمراض هلا هون الموضوع له شقين مثل ما قلتي في أمراض نكتشفها عن طريق الفم أول شيء بالمقابل في أمراض المشاكل اللي موجودة بالفم والأسنان هي بتسببها بقى جوابا على سؤالك بالنسبة للأمراض مثلا كمثال عن الأمراض اللي نكتشفها عن طريق الفم ممكن مرض السكري على سبيل المساء يعني في كتير مرضى بيراجعونا بالعيادة يكونوا لسه شباب ممحللين نفتح تموم بنشوف في عنا جفاف بالفم في ريحة معينة في تراجع باللسه رغم العناية الفموية المنيحة في نقص بإفراز اللعاب ندري بنوجههون انه يعملوا تحليل بيطلع معهم في سكر يعني في دراسة بتقول انه 73% من مرض السكر ممكن انه نكتشفه عن طريق الفم من الأمراض الثانية ممكن نكتشفه كما ممكن الحمى القرموزية منلاحظ في عنا لسان ممكن يصير متوزم لونه أحمر الحليمات بيختفي مظهرة الحمى القرموزية لا هي مرض عام والشفايف ممكن ما تصير تمام بالفم والأسناع يعني قلاعة غير القلاع القلاع كمان هو جبتي سيرته يعني هو كمان ممكن يكون مؤشر لأمراض تانية ممكن إذا في عنا نقص مناعة هالشي كتير بيساهم المشاكل الهضمية ممكن أنه تسبب قلاع نقص فيتامينات ممكن أنه تسبب عنا مشاكل سواء باللسان من ناحية تشفافه أو بالنسبة للشفايف أو القلاع اللي بيطلع بصوار الفم يعني في كتير عنا مشاكل يمكن أنه تظهر نعم نكتشفها بداية عن طريق الفم نوجه المريض أنه يعمل التحليل المناسبة لنسبة وجودها المرض أو لا من هون يعني لازم نصيحة لطبيب الأسنان قبل المريض أنه ما يكون همنا مثلا المريض يجال عنا أنه مثلا سني عم يجاني نعم أو المريض جاي مثلا يجب أن يعمل فينيه مو بس همنا أنه مثل ما قال المريض أنه لحنا تمام لحنا يفترض نفحص نقوم بوعجبنا كأطباء نفحص الفم بشكل كامل نسوج المخاطية الفموية اشتفاهها بشكل كامل حتى إذا في عنا مشكلة المريض نكتشفها مبكرا وبالتالي منعالجها مبكرة ونوفر على المريض مشاكل كثير لبعدين ممكن أنه تصير معه تمام يعني دكتور خلينا نحكي عن اللثة اللثة هي شيء كثير مهم يمكن أن يغفلوا عنه المرضى يشوفوا سنانهم يهمهم بس السن ممكن تكون أحيانا اللثة هي سبب كثير أساسي لأحيانا رائحة الفم الكريهة اللي يعانوا منها التهاب اللثة خلينا نحكي قدرش مهم نعتني باللثة هلأ الحمدلله هلأ صاير فيه وعي كبير عند مرضانا يعني بالأول مثل ما قلتي كانوا يجوا أنه بيهتموا بسنان هلأ لا كثير عم يدقوا حتى لون اللثة إنه لون اللثة لنا ليش هيك لونة غامق ليش كذا هالشي كثير مني شو لون الطبيعي الطبيعية يفترض يكون لونة زهري زهري بتكون ما في ملتصقة ع السن بس آخر مي اللي بنسمي اللثة محررة سكاثيا شوية زهراء شو بيكون هلأ غالبا هي التهاب لسه هي مراحل التهاب لسه بيصير فيه عننا أول شي تغير بلونة ممكن يكون من الزهري بتنتقل الأحمر الغامي بعدين ممكن يصير لونة قريب لأزرق الداكي بتنتفخ بعدين بتصير نازفة هلأ اللثة كتير مؤشر كبير لمشاكل كمان ممكن تكون عننا يعني مشاكل عامة هلأ إذا ما كان فيه عننا مشاكل عامة ممكن كمشاكل موضعية إذا التهاب لسه ممكن أنه يتعالج عن طريق تقليح اللثة التنظيف بالسمرار أو حتى إذا كان السبب هو يعني قلة التنظيف من قبل المريض ممكن نعمل تجريف لللثة نقيم اللثة الملتهبة ونحافظ على اللثة السليمة مع العناية الفموية بترجع تتحسن بس فيه حالات اللثة بتكون المريض عم يعطيني بلسته وداير باله عليها وميفرشي سنانا ورغم هالشي مثلا بيصير في عنا نزف هلأ في عنا كتير كمان كزا مرض ممكن يسبب هالشي يعني كمان مرضى بيجوا لعنا بيقولوا عم تنزف لستنا من فيق الصباح بنلاقي فيه دم ببتمنى هلا هون نحن بنفحص إذا كانت لسة ملتهبة في عنا كيلس في جير وننظف له معروف السباب بنحله بسيط بس في حالات لأسف ممكن يكون في عنا مثلا قبيضات دم ممكن نكتشفها كفداية عن طريق هالشي وبنوجه المريض لأنه يعالجوا ممكن يكون في عنا نقص فيتامينات مثلا نقص فيتامين سي ممكن أنه يساوي في عنا النزف في عنا أمراض تانية كمان أمراض دم كلها ممكن تتظاهر أول شيء عن طريق لسة في نوع من أنواع الأدوية بتسبب ضخامات لسوية وبتسبب نزف اللي بيأخذوا أدوية كابتة للمناعة أو أدوية للسرع ممكن تسبب المشكلة هلا وفي حالات لا بيصير نزف لسة بس بيكون طبيعي يعني مثلا أثناء الشهر بالنسبة للسيدات في مراحل بصير فيها تغير هرمونات بأمكان يصير فيها نزف باللسة كمان هذا الشيء طبيعي لازم نطمن المريضة وما نخوف عليه أو أثناء الحمل ممكن كمان يصير في عنا قابلية للنزف باعث الجسم اللسة يعني بيش طب دكتور يعني ما شوف كتير من الناس بتشتكي أنه بس تفرشي سنانا بيينزل دم من اللسة لازمنا نحكي ونوضحها هين نقاط هلأ هي بس يعني قاعدة عامة ونصيحة لو نزل دم من اللسة لا معلش خليك عم تفرشي يعني في مرضى خلاص مثلا بيجي لعنا ووضعوا تعبان ليش ما بتفرشي سنانا كل ما فرشي بينزل دم من اللسة الى الحل معلش ضل عم تفرشي سنانا إذا كان في بعدين لما تيجي لعنا إذا كان في عنا مشكلة مثل ما إن في كليس بنساوي تنضيبه هو يفترض كل ستة شهر ينعمل زيارة دورية للطبيب الأسنان إذا كان فيه داعي لأنه يتنضف اللسة يتنضف إذا ما فيه داعي خلاص بنقوله لبعد ستة شهر تانية لأنه هي بس فيه مرضى للأسف إذا ما وجعوا السن ما بيروح لعندو الطبيب مشان هيك بتصير عنا هالمشاكل كلها الله يعينهم دكاترة الأسنان على المرضى في منهم بي دائما مرضى بس يروح الوجع يبطلوا يفوتوا عن دكتور ستاعم مع أنه لسا لع السن أو الدرس لازم أنه يكملوا فهو خلاص أنه حطله ممكن أنه مخدر سحب له العصب فغاب المريض وما بقى رجع قديش هالنقطة لازم أنه ننوه عليها أنه غلط المشكلة بأمراض اللسة كمان أقلب الوقت بتكون من سمية أمراض صامتة يعني مثلا بالنسبة للسن وجعك سنة تركض لعندوك لسنا لكن بالنسبة للسة إذا ما غالبا ما بيكون فيه قلم لحتى المراحل المتقدمة بقى بيصير في عنا التهاب لث بعدين التهاب أنسي جداعمة اللي هي النسج اللي محيطة بالسن العظم بيتراجع العظم بعدين ببلش السن يتحرق وممكن أنه نفق السن سليم ما في نخر وما في مشاكل ولكن اللسة اللي حوالي راحت والعظم اللي حوالي امتص وبالتالي بيقع السن وهون ما في حل ما عدت يصفى علاج يعني السن صار للقلع وقالبا بتكون إذا الإهمال كبير معممة موعة سن واحد أو سني وبالتالي خسر السنان والمريض بدون ما يحس بقلم سهلاعمة طيب دكتور يمكن في كتير من الأشخاص بوقت يقع درسا أو هيك بيضلوا عم يستمروا بمضغ الطعام على اللسة فان قدية يمكن بيصير في مشاكل أو صح ولا مو صح خاصة ممكن في بيكون قطع صغيرة موجودة بعدها بقلب اللسة هلأ بالنس هلأ سبحان الله الله خلاء إن السنان لحتى تقوم بوظيفة معينة في حال نقص سن لازم نعوض عن الخلل اللي صار عنا وإلا حتصير عنا مشاكل لبعدي يعني في نقطة كنت أدي أحكيي المشاكل السنان اللي بتأدي لمشاكل عامة لحنا حكينا المشاكل العامة اللي بتتظاهر بالفم بس بالمقابل في مشاكل فموية بتأدي لمشاكل عامة أحد هالمشاكل متل ما قلتي ممكن مثلا بجهة من الجهات ينقلع كزا السن والمريض يتركه بدون ما يعوض عنه هاي كتير في حالات عم نواجهة بصير في عنا مشاكل آلام ممكن على مستوى الرئس تشنج بالرقبة حتى لمستوى الكتاب وممكن حتى تأدي ل مثل إصابة تشنج بعطلات الظهر ليش؟ لأنه اللي بصير عنا هون في عنا عضلات كلا يعتمر ترابطة سباء منطقة يعني عضلة اللي هون ما لأنه عضلة الفكين كالس معلقة بالهواء هي مرتبطة مع عضلات الرئس مرتبطة مع عضلات الرقبة بالتالي إذا ظهر في عنا كل الأطباق بين اليمين واليسار ممكن يصير في عنا تشنج أو مثلا يصير في عنا أطباق غلط بجهة ع حسابة تانية وبالتالي العضلة بتتشنج وتتشنج مع العضلة اللي مرتبطة معها واللي هون بقى في كتير حالات شقيقة تكون معالجتة مثلا بتروح ما بيعرفو سببها وبتراجع كتير أطباق بعدين بترطلع المشكلة بس إنه في عنا كل الأطباق ومجرد ما ركب تعويض يعني سماء جسر أو جهاز بيتحسن المريض مباشرة تماما يعني دكتور هلأ نحنا حكينا عن الأمراض والعلاج شوي بدأ ننتقل لنحية التجميلية واسمال هوليود اللي كلهم هلأ عم يعملوها وهل هي صحيحة هي جميلة وشو سلبياتها وشو إيجابياتها في شي اسمه اللومينير أيضا وهدول الإصاصلية هلأ صاروا موضة أكتر ما هو إنه إذا كان مثلا صفت لسنان ما نحل ويفا الواحد بيضطر يعملو أحيانا بيكون صفت سنان جميلة بس إنه نحنا بدأ نعم ولا إنه موضة غير وغيري تماما نخلينا نحكي عن هذا الشيء هلأ هي إذا بدأ نحكي عنه بالتفصيل بدأ حلقة كاملة بس باقتصار يعني في حالات كثير لا يفضل ما ينعمل فيها يعني الميناء هي نسج بنسميها من النسج النبيلة ميناء السن النسج النبيلة اللي ما بتتعوض يعني مثلا شخص جرح بسير في عنا ترميم للجرح إنكسر عظمه ممكن بيتجبر بيترمم العظم بينما بالنسبة للنسج السنية لا متى ما راحي ما بقى ترجع بقى لازم نكون كتير حزرين وكتير دقيقين لما نقرر إنه هالنسج نقرب عليها اللي هي الميناء والعاج إنه نبرد السن بشان نحضر الفيني تمام في حالات حرام بس بالمقابل في حالات لا هي ضرورة يعني سواء إذا كانت عنا مشكلة بالسن كسر كان في عنا أو ممكن حالات بتوصل لأنه ممكن تسبب أزمة نفسية للمريضة بألا بهايك حالات ممكن أنه يعني دائما يفترض بالنسبة للطبيب أنه يقارن بين الإيجابيات والسلبيات ويخلي الجانب بنحكيها بصراحة الجانب المادي آخر أكيد أهمه يعني أول شيء مصلحة المريض يعني في كتير مرضى بيجوا لعنا بتكون الجلسة طول الجلسة بس عم تقنعيون أنه ما في داعي تمام أنه خلص أنت سنانك حلوين بمشي الحال بالطبيب ما في داعي أنه ما حيلبق لك ممكن أنه يطلعوا سنانك بارزين ممكن أنت ما تتقبلهم مدر تقنع شي مريضة مدر تقنع شي مريضة حمد لله في كتير مرضى وفي مرضى بالمقابل هنن أقنعونا يعني في مرضى بيجوا أنه بدهم يعملوا لأنه مثل ما قلت لك أنه مسبت يعني ما بيتسمون دائماً حاطين إلنون عتمون ومشكلتهم هالقصة أزمة إنهم بيكون في عندهم مشكلة بس يعني هاي الجمال أملاً نسمي دكتور مالاً أحياناً يعني اللي بشوفه أنا حلو يمكن هنا ما يحسنوا يتطلعوا تماماً يمكن أحياناً بيكون الفك دافش شوي لا قدماً لازم نحنا نعمل للمريض تقويم قبل ما نعمل له أو أصنع عن الفينير أو الآن في حالات إذا كان في عنا بروز بالفكين مهما عملنا الفينير حيضل البروز عنا موجود تماماً يعني من هالنقطة كمان بالنسبة لأي مريضة جاي وبدأ أو مريض جاي بدي يعمل الفينير يفترض نحطه بالصورة كاملة يعني بيكون في عندهم تخيل وتصور معين أنه أنا جايس بدي سنان يطلعوا مثل فلانة بس ما حايمشي الحال مثلاً عندك أنت عندك بروز بالفكين يفترض هالمشكلة تنحل إذا قابلة للحل بعدين ممكن أنه ينعمل لك أو خلاص ممكن أنا اللي ساب يعني اللي إصلك النتيجة اللي إصلك فيها أنه توصل إلى صفة إسنان مضبوطة صفة إسنان جميلة واللون اللي بدك يا بينما بالنسبة للبروز بده يضل موجود عندك هاي إذا كان البروز على مستوى الفكين بينما إذا كان البروز على مستوى الإسنان أو في عنا تراكب بالنسبة للإسنان وما في إمكانية لأنه نساوي تقويم لأسباب معينة لا هاي ممكن أنه يروح البروز عن طريق الفينير عن طريق طريقة تحضير معينة توجيه الإسنان وبوضية المعينة ممكن أنه يمشي لها نعم لكن اليوم دكتور ضويني على المشاكل يلي بيكون تظهر بيئة الفم وهي ما عش عشي بيئة الجسد ومعنا زاهرة كثير هي عديد من المشاكل خلينا شوي نرجع على شهر رمضان المبارك بنهاية لقائنا ونحكي ونرجع نذكر المشاهدين بالنصائح يلي قدمناه ويمكن بحلقات ماضية ولكن بقي كم يوم لشهر رمضان ومشان ما يصير بعدين جايين على العيد والحلو وما حلو ومشان لحو حالو هلأ متل ما حكي لمشهر رمضان العناية الفموية يفترض ما تكتلف نهائيا عن غير الشهور تفريش سنان بنحسن نفرشي سناننا بشكل طبيعي ما بيأثر على الصيام بعد الفطور بنصاعة نفرشي سناننا وبعد الصحور كمان نفرشيهم ومضامد أسناء لنهار طالما ما عم نبلع شيء ما بيأسي مي وملح مي وملح بلدك نشفيله ريق للصايم كيف يبدو يدعي لي مضامد هلأ ممكن برمضان مضامد من الصيدلية يعني بتكون ملطفة بالعاكس يعني بتعطي نكها بس ما يبلع شي منا تماما وإذا في عنا مشاكل بالنسبة للإسنام ما في مشكلة ممكن أنه نروح لعن طبيب الأسنان إن شاء الله ما في شي بيفطي وإبريت البنج ما بتفطي ما بتفطي كلهم برسق بس أول شي يعني لك مراجع عكفالتك إن شاء الله خلص عكفالتك هي فتوى إيه إن شاء الله ما بيأرثي إن شاء الله دكتور نحن كتير بدنا نتشكرك أكيد يعني صاحب البيت سروا تطبينا وفينا وشكرا كتير على النصائح وكل شي بتقدم لنا وطرينك بحلقات جديدة ومواضيع جديدة مرسي لألك أكيد ورمضان كريم عليكم على عائل طب شكرا علينا وعليكم شكرا هلأ لي صار الوقت لننتقل لأجواء رمضان بمحافظة حلب اللي عم نرصده طيلة شهر رمضان المبارك كاميرا الإخبارية السورية كانت برفقة مراسلنا أنس رمضان من رحم الألم يولد الأمل لتبقى إرادة الحياة هي الأقوى لدى أبناء حلب من وسط الركام نرى الحياة تنبض من جديد في بستان حي القصر وهو الحي الذي تعافى من رجس الإرهاب أبناء حي بستان القصر عبروا عن ثقتهم بالجيش العربي السوري الذي هرر بستان حي القصر لتعود الحياة كما كانت مؤكدين أنهم سيبنون كل حجر فيها لتبقى سوريا نابضة بالحب والحياة شايف الخراب الولاي إن شاء الله طواما ناصر جاءت كله بيتعمر بإزد الله بستان أصل صوت ألف خير إن شاء الله رمضان كويس الحمد لله يعني رمضان الله عيده علينا وأمه محمد بس وإن شاء الله تتعمر أكوس وأكوس الحمد لله رب العالمين كثيرا كويس كثيرا 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 الحمد لله بستان أصل ممتازة بعد ما تحررت كثير والشعب رجع على بيوته الحمد لله كله مبسوط ومكيف كله الحمد لله كله رجع وكله بخير وكله يعني مبسوط كثير مبسوط الحمد لله الله يدمنا جيش يا رب الحمد لله مبسوطين ومكيفين الحمد لله أحسن من هيك ما ضل يعني الحمد لله رجعت نسبة كبيرة والله يعني نسبة شي خمسة وسبعين بالمية العوضاء على ما يرام وشوفت عينيك هاي الشعب كثير مبسوط وكثير وعشة غيلة كلها عم تشتغل والحمد لله رب العالمين الناس كثير كثير كويسة وفي حركة كثير ميكنة على قبل الأدار من نص ساعة تلاقي العالم تشرك كل الشوارع لم تستطع الحرب أن تطمس معالم التاريخ المترسخة في أذهان أهالي حلب ولم تستطع زرع ما حاول الإرهاب زرعه بل عادت الحياة أجمل في عيون أهلها ليعيش أجواء الشهر الفضيل بمحبة وإرادة تمح كل آثار تلك الحرب الظالمة بعفوية رفقته وببراعة بالأداء والدخول بتفاصيل الشخصيات الدرامية قدر يكون رأمهم بالمعادلة الدرامية وانتشارها ووصولها لمجتمعات مختلفة فهو يلي رسم البسمة وقدر يجسد مرارة الواقع التفاصيل عن ضيفنا خلينا نشوفها لهذا التقرير شو رأيكم باللي قدر يطلق خمس نسوان طقة واحدة؟ خمس نسوان؟ ايه نعم بنفس الوقت؟ بنفس الوقت؟ ايه لا هي قصة ما بتصدق معلم وإذا كنت أنا اللي عملتها الشيء بتصدق ولا ما بتصدق؟ قدر يرسم الضحكة بصدق أداءه المصحوب ببراعة تقمص شخصياته الدرامية وخلال مسيرته الفنية حطم قيود القولبة ضمن نمط درامي معين فهو العفوي التلقائي بالكوميديا والآسي والإنساني بالدراما وهو اسم إداريكون جزء من الحطوط التاريخية بعام 1988 أصبح عضو بنقابة الفنانين بسوريا وبعيدا عن العضوية فهو فنان ترسخ بذاكرة جيل رافقوا بأعمال كثيرة بدءا من ذكريات الطفولة بسلسلة كان يا مكان مرورا ببسمة مبتن محة بأجزاء مرايا وبقعة ضوء وتجارب الدرامية إلها وقعها الخاص مشحون بخصوصية أداءه بحمام الإيشاني السورية الموت القادم إلى الشرق وغيرها الكثير من الأعمال رويا شوية والله العظيم لا أترك الشغل عنها ريما بس معقولة أترك الشغل هيك لا أحم ولا تسطوك أنت بيهون عليك يطلع منظر يموحلو ما بيهمني المهم أنك تكون أنت بخير يعني مو معقولة أنا أكون هون قاعدة وأنت هونين والله بكون ميتة من الرعب عليك بعيد الشر عناك خلاص هاي الشغلة صارت بالصدفة وما عد تتكرر روي حبيبتي أنا وعدتك أنه بدي أترك الشغل عن غريب مصدقتيني؟ مصدقتك بصدق المعهود والجرء الكبير يلي بيمتلكه رح ينور صباحنا لليوم الفنان بشار اسماعيل موسيقى 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 الله أكرم وصباح النور موسيقى 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 سإنسان بنسبة تسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين بالمية والباقي بس لأنه بيتجوز على مرته وانا هاي ما بحقا هاي ما لا كفيا هاي ما هاي تصفيح على لي هاي إلا علاقة بالدراما هاي وقت نين أنا طبعا بدي واجه تحية للمخرجة سهير سرميني هكي يلي كان أول عمل بشتغلوا معه هذه المرأة الرائعة الأخلاقية ليس فقط من أجل العمل معها ولكن لأنها قررت وأصرت أن أكون أنا في هذا العمل بالرغم من بعض البشر الذين نصحوها أن لا أكون أنا في هذا العمل لأني أنا بعمل مشاكل هذا المأخوذ يعني دائما الوشاية والضغينة هاي مرافقتني أنا من عشرات سنين وعلى فكرة أنا هذا العمل باستثناء ضيف شرف ببعض الأعمال إلي 8 سنوات 9 سنوات ما أشتغل لدرجة أنه لما وقفت بهذا العمل أول ما شفتها للكاميرا صرت أرجف من الخوف يعني فقدت السيطرة على نفسي طبعا عم بتمسخر هلأ هاي الشخصية حلوة كتير ورائعة كتير ومبسطت فيها كتير ومتعبت فيها لأني أنا قدمتها كبشار إسماعيل بظرف هذه الشخصية وهي شخصية يعني متحولة ما بين واحد عم يشتغل بمسلق رائحة الدم منظر الدم كانت كتير أيام صعبة رغب أنه هي أيام قليلة يعني يومين أو ثلاثة فقط ضلينا بالمسلق ولكن منظر الدم أثر على الجميع يعني كتير كان منظر مزري كما يقال هلأ بينتقل بعد إصابته وبعد ما بيكشف جريمة كبيرة هي ختم اللحوم الفاسدة وبعدين بيروح بهاي الدبانة دبحتني دبح بتحب الإعلامة كتير هي لحق النحلي المهم أنه بعد ما بيكشف هذه العملية وبفكر حاله عمل شغلة كبيرة بيكون عملية دمغ اللحم الفاسدة هي وراها عصابة كالعاددة يجب أن يكون هناك عصابات في أي مجتمع فبرتبوا له إصابة بالعمل من خلال حق العجل رائع الدبح فالتحوله بيبدأ لما بيروح على بيشتغل بشغلة تانية يلي هي بملهة ليلي بالملهة الليلي بيصير شخصية محبوبة كتير من قبل فتيات الملها لأنه الحامي وهو يعلم تماما بأنها هي مصدر رزق ولكن من جواتهم ناس طيبين كتير وبيحس بزروفهم وإنسانيين كتير فبتربطوا علاقة حب مع وحدة منهم أنا بس دايقت بهذا العمل بين قوسين أنه مرته اللي بتحبه كتير وهو بيحبه كتير لما بتوصل بيقول له طيب حطي عطر ولي أول مرة في حياتي بتسمع الكلمة منه بيقول له حطي عطر يعني بتقول له أنا حطي عطر ليه بيقول له ريحة الطبخ كتير يعني فايحة منك يعني فأنا هاي بيني وبينك زعجتني جدا كبشار اسماعي وكأبو حسين كشخصية لأنه ما بصير الواحد يحكيها نهائية لأنه صار فيه شي مختلف بحياته فتيات الليل العطور الفواحة والميك أب وإلى آخره فتحول ولكن ليس كثيرا يعني حتى بيزواجوا مننا اللي هو أنا ضد هذه المسألة بيزواجوا مننا كان زواج إنساني لأنه على لسانه بيقول له إذا تركتها بدها ترجع تشتغل هاي الشغلة وأنا بدي تركها ياها لأنه هاي بالنهاية إنسان وأنا لازم حافظ على هذا الحب الصادق يلي صار بيني وبينها وما بيغش مرته بيإلا لمرته ومرته بتتفهم هذه القضية على مضد طبعا وفي الأخير شو بيصير والله ما بعرف شو بيصير ما نتابع هيك نحرق لا أحلال معنى تاركتك إنه تسرد لنا بالأخير شو بيصير معلت لنا أنا عموضح بعض الشغلات لشان أحد يتجوز على مرته نعم يعني بشار إسماعيل الاسم المحبوب يمكن من خلال حديثك زعجت موقف أو مشهد معين يمكن هو منوبي شخصيتك أو لا ينتمي لبشار إسماعيل ما بتحب تجرح هذا لا لا هاي هي إلا اللي بيستاهل الجرح تماما يعني في عالم أصلا ما بتعيش إلا إذا جرحتي كيف عملية الجرح بتصيد إنه تجاب هي بحقيقتها مواجهة المواجهة والحقيقة بتصور إنه بنسبة كبيرة ما أحدا بيحبها صحيح صحيح يعني دائما الإنسان الصادق والشفاف هو اللي بيواجه أو هو اللي بيحكي الحقيقة اللي كتير عالم بتحب بتعتم علي يمكن أيضا ذكرت إنه أنت غبت عن الكاميرا لفترة من الفترات بس صدقني يعني مو أنا اللي عم بحكي في اسم بيبقى وبيضل بقلوب السوريين في أعمال قديمة يمكن لازالت مرسخة بي بأذهانهم وعقولهم خلينا نحن أنت يعني كيف ملاقي المستوى اللي وصلت لألو الدراما السورية بظروف الحرب يمكن صارت تجسد أكتر مشاهد بتحكي عن واقع الحرب شو رأيك فيها وكيف ملاقي الأعمال يعني أولا بكفي الدراما السورية فخر إنه ما زالت موجودة بعد هذه الحرب العالمية على سوريا يكفي أنها موجودة ولكن السوية التي كانت ما قبل الحرب خفت بنسبة كبيرة بتصور يعني الجهات المنتجة لها الأسر الكبير في هذه المسألة الكتاب ما عدت صار بهمهم كمان إنه الربح أكتر يعني أنا بتصور هذه الحرب مو أنه دمرت البلد فقط بالحجارة أو بها ولكن دمرتها بكل شيء يعني بالثقافة وبالفكر وبالاختصاد الدمار بيجي شامل ولكن سوريا بشعبها بقيت صامدة يعني أي دولة في العالم لو حصل بها ما حصل في سوريا أنا قطعا لم يكن هناك لها وجود على الكرة الأرضية وبالرغم من هيك ليش أنا دائما بوجه التحية للشعب السوري العظيم الصابر الصامد هو يلي حافظ على هذه الأمة العظيمة الأمة السورية فالدراما أنا عم أقول إيجابيتها الأولى والأخيرة أنها بقيت مستمرة بالرغم من هذا العدوان على سوريا نعم يعني بس خلينا هيك شوية ننتقل لنقابة الفنانين يعني حضرتك وفنانين عظماء بقيوا موجودين بالبلاد بقيوا يمكن محافظين على حياتهم العادية ولكن خسروا بكتير من الأدوار التمثيلية في الدراما السورية اليوم شو بتحب توجه كلمة لنقابة الفنانين عن الأدوار القليلة والفرص القليلة يمكن يحصلوا عليها الفنانين أيضا من دعم يعني أنا نقابة الفنانين مثلا هي وجدت من أجل أن تحافظ على كرامة الفنان على عمل الفنان على مليون شغلة هذه النقابة التي وقع إن شاء السيد الرئيس حافظ الأسد الله يرحم روح الطاهرة نحن نرى الآن أن هذه النقابة لا عمل لها يعني أنا شوفي لألك شغلة القائد شو الفرق بين القائد والمدير إذا بدنا نقول القائد دائما يتكلم باسم المجموع نحن فعلنا كذا في النجاح نحن فعلنا كذا نحن مو أنا عندما يتكلم الإنسان بالأنا هو يسقط ودائرته تسقط معه أنا ما بدي أحكيه طبعا أنا نقيب الفنانين أخ وصديق وزميل أنا عم بيحكي عن عمل طبعا أنا بوجه له تحيي لنقيب الفنانين بس لما أنا بشوف أنه السيد نقيب الفنانين مثلا طبعا الله يرزقه أنا ما بحكي أنا ما بحسد حدا ولكن عمل اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع أعمال طبعا هو ممثل عظيم لا شك ولكن سبع أعمال وأنت نقيب للفنانين فهذا مسألة يوضع بجانبه خمسين ألف إشارة استفهام طبعا ليس هو فقط يعني أنا لما بشوف الدراما حاليا أنا من أول يوم برمضان عم تابع فتحت على مسلسل لقيت في عشر ممثلين خلص المسلسل فتحت على مسلسل تاني فكرت حالي أنه في إعادة نعم نعم فاتطلعت لقيت العشر ممثلين نفسهم في بس لبس مختلف فتحت على عمل ثالث نفس الممثلين رابع خامس يعني أنا ما بعرف وين الخلل في مئات الممثلين الموهوبين يلي قاعدين بلا شغل وبلا عمل طيب ليش ما أنا مثلا كنقيب أنا عم بحكيه لأنه هو أو دور النقابة طبعا يقول أنا والله بكفيني هالعملين أو التلاتي في عالم يا جماعة ما عم تشتغل وهي الأدوار صحيح أنا ممثل عظيم وبالعبها كلها بس في عالم كمان بتلعبها خدوا فلان خدوا فلان إذا ما رضخوا إلو بيستخدم قوة الدولة يعني نحنا كمان أبناء الدولة نحنا ما طلعنا لبررة حتى نشتغل بالمال بالمال الخليجي خليني أحكي أنا ما بشرفني أشتغل إلا بمال دولتي لأنه دولتي هي المسؤولة عني وأنا إلي حقوق عندها أكيد دائما الواجبات والحقوق لازم يكونوا على أكمل وجه طبعا مثل ما حكيت حضرتك خليني أحكي عن الدعم اللي لازم تقدمه النقابة للفنانين السوريين يعني هو يعني مجرد أنها نقابة بموافقة الدولة السورية المفروض أن يكون لها الكلمة الفصل في عملية توزيع الأعمال في عالم عام تموت من الجوع يعني أنا ما مت من الجوع الحمد لله يعني عندي شيء بشتغله آخر يعني بشتغله بالأرض عندي أرض طبعا أبن عن جد أنا مو هلا حلو عرفتي كيف حلو ما في أحلم ولكن في عالم ما عنده شغلة ثانية إلا هذا أنا شهادتي إجازة في الفنون المسرحي صحيح فيجب أن تنظم هذه العملية يعني أنا بتطلع مثلا مشوف طيب هذا المخرج ليش أخذ هالعشر ممثلين وهذا المخرج ليش أخذ هالعشر ممثلين وهذا ليه ما في غيرهم يا أما أنت ما عندك قدرة على الإبداع بأن تصنع نجوما أو تأتي بناس أنت بتقول ما بترتاح معا ليش أنت عم تعمل العمل منشان أنت ترتاح ولا منشان تبدع منشان تقدم شي للمتلقي يستفيد منه أنا ما عم بفهم يعني وصلت أنا أنا فنان ما بدي أقول عن حالي فنان أنا حائز على شهادة الفنون المسرحية وصلت لمرحلة أول يوم تاني يوم تفيت هالتلفزيون ومع تفرجت على شي في الحالم يعني ما فينا اليوم نسألك عن رأيك بالمسلسلات أو عن أي أكتر هلا بتشوفي لا فيكي لأنه المكتوب بيبين من عنوانه نعم أستاذ يمكن السنة شوي هيكي غاب المسلسلات الكوميدية ما كانت كتير بكم هائل وأيضا البيئة الشامية ما كانت بكم هائل خلينا نحكي هيكي بالمجمل وباختصار المسلسلات ككل والإنتاجات المسلسلات الدراما السورية شو رأيك فيه بعد هكي يعني أنت قلت أنه الكوميدية غابت الكوميدية أنا بقول لك في مسائل الكوميدية إذا لم توجد هذه المسائل ما في شي اسمه كوميدية تعريف الكوميدية من أيام اليونان يلي هني أسسوا المسرح كان مقسوم ثلاثة أقسام عمل أول واحد سوفوكليس بعدين يروبيديس كانوا يخاطبوا يعني دائما التراجيديا يعني دائما اللغة الشعرية العظيمة على المسرح أيام سوفوكليس بعدين نزلت على مستوى ليس عامة الشعب على مستوى طبقة النبلاء إجا شخص اسمه أرسطفان هو الذي عمل الملهاد ووضع التعريف الحقيقي للكوميدية التي لا تقوم إلا على سلاس أشياء أو أنا أبدأ أقول شيئين الجنس والسياسة هلأ عندنا هون أي شي بتكتبي والله ممنوع أي شي بتأدمي والله هاي هون كأنك قاصد فيه فلان لك عمي أنا ماني قاصد فلان إذا أنت بدك تضل خايف ما رح يصير فيه كوميديا عندك في حياته كل واحد بيخاف على منصبه على ماله على كرسته يا عمي أنت لما عم تقدم الشغلة أنت عم تعطي صورة بشعة عن سوريا بك يا عمي أنا عم بعمل شغلة كوميديا والكوميديا مسألة عالمية كل الناس بتحب الضحك وما حدا أصلا ما حدا بيحب التراجيديا صحي ما حدا بيحب البكية صوصي بيظل الحرب العالم تعبت وملت تعبت وملت بعدين أنا في إلي وجهة نظر وبحب أحكيها هلأ بهذا اللقاء في يوم من الأيام كان هناك رجل محترم أنا من وجهة نظري عظيم اسمه داود شيخاني الله يرحم روحه الطاهرة ثلاثة سنين قدم مئات من القصص للأطفال شوفي هلأ نحنا بعد هاي الحرب أهم شيء التركيز على الأطفال صحيح الجديد الجديد انبعدهم عن وانبعدهم عن كل ما يروف في أفلام عن القسوة وانبعدهم فيها إذا نبشنا في تاريخ الحديث والقديم نستطيع أن نأتي بقصص للأطفال تقدم على شكل دراما كما فعل داود شيخاني الله يرحمه بكان يا مكان وإلى هذه اللحظة أنا إلي الفخر أنه أجيال لحد هلأ بيحبوني أنا من وراء كان يا مكان وبحبوا رضوان عقيله ونادين وبجهلهم تحيلي لهلأ عايش كان يا مكان لهلأ عايش ورح يظل عايش إلى الأبد لأنه أنت عم تقدمي قيمة أخلاقية لمين؟ للطفل لو استمرنا على هذه القضية والله بيطلع عندك جيل هلأ المفروض الانتباه عليها يجب أن يكون تسعين بالمئة من الأعمال مركزة على الطفل لأنه العلم في الصغري كان نقش على الحجري بديك انتبع ديه عن كل الأفكار يلي حتى عم يطيها أبوه إذا كان أبوه متخلف أو أموه إذا كانت متخلفة وسقافة معدومة نحن لازم نفوت على البيت ونقدم له المقولة هلأ مثلا خاصة أنه قال لك ما في أخي مين قال لك ما في حتى ما كتبه في التاريخ العربي نستطيع نستطيع أن نحاوله لا أستطيع كيف ترأي لا قصص للأطفال إذا مناخد ما كتبه أحمد شوقي للأطفال تحديدا بعلاقة الحيوانات مع بعضا لتقديم مقولة ونصنع منها عمل درامي يعني نحن من أنسن الحيوانات هو عمله على إسان الحيوانات نحن منخلي الأشخاص الممثلين ياخدوا دور التعلاب ودور الضبع ودور اللقلق ودور الغراب ودور الغراب عرفت كيف نستطيع أنه قدمه بعدين يجب أن يكون هناك تفعيل هائل للمسرح المدرسي يعني نحن على زماننا كان كل شي مختلف كل شي يعني أنا ما بعرف إذا في وقت مثلا أنا إلى هذه اللحظة صار عمري 63 سنة عمر كله بطلع هيك بشوف يلي عم يتقدم هلأ طبعا أنا المناهج التربوية تهموني أنه كتبت وهزأت لها لا أنا ماني رضيان عن المناهج لا بس اتصوري شو فيها الصورة ما أجملها أنا كنت بصفة تاني في درس تعبير وأنا بتمنى لكل يسمعني وزارة التربية تسمعني وزارة الأوقاف تسمعني كل الوزارات المعنية تسمعني شجرة عليها عش عصافير والعش فيه إفراخ هذا درس تعبير انتبهي ثلاثة وستين سنة صار عمري وأنا لسه ذاكر هالمنظر ولد طالع الشجرة ما دد إيده على عش العصافير بدي ياخد فراه والعصفورة الأم عم تحوم فوق الشجرة شو عم بتقول له للولد أماناً أيها الطفل ودع ما يفعل النذل أخي لا تمشي كالوحشي آخة بين الإنسان والحيوان أخي لا تمشي كالوحشي تمدوا الكفة للبطشي بأفراخي وبالعشي فعيشي بعده لا يحلو فرفقاً أيها الطفل طيب يعني ما بعرف أنا إذا ما عندكم قدرة على أبداع أحسن من هيك رجعوا هديك الأيام لهلأ لا تلعبوا بعقل الطفل اتطلعوا ولد مجنون ولد مجرم ولد أهبل أنا ما سكت عنها روضة جنب البيت كل يوم ولد عمره أربع سنين أنسي ما فيه من الصبح للمساء تبت يد أبي لهب وتب جميل حفظ القرآن وعظيم حفظ القرآن ولكن ولد ما عم يعرف شو عم يقول فأنا قررت أعمل تجربة مسكت الولد وهو مصروف ثلاث أربع أولاد قلت له حبيبي مين أبو لهب؟ قال لي بابا مين أبو لهب؟ جده كلهم فكر أبو لهب شي حدا بيقربه أوه لك يا عم يحفظ القرآن بسن يستطيع أن يفهم هذا الإنسان معنى القرآن العظيم لا تحفظه يا بش لحتى أنه تدخله والله أنت مؤمن يا أبني شو هالإيمان هذا بدون مفهوم وثقافة؟ صحيح يعني مسيرة فنية واخدت تجارب كثير كبيرة شو اللي تغير ببشارة سماعية من سنوات لهلا؟ بالله أنا ما تغير فيني شي اللي أكبرت بالعمر أمر كله بس 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 فلذلك الواحد تشوفي أهم شي في العالم الكتاب الكتاب أولا بيحافظ على تألقك الزهني صحيح أنه الزهن بيظل وقاد اتنين بيخليله الواحد ما يخرفش أو يصير معه زهايمر يعني إذا بدي يصير معه زهايمر بدي يقول له لا بني يحرق على المكتب أنا بتصور أنه ما رح يصير معه دائما تطوير الثقافة تطوير الفكر بعدين أهم شي في الدنيا الحب لا تكره يا حدا أهم شي في الدنيا أن نتعامل الدين الأوحد بالإضافة إلى الأديان السماوية أن يكون هناك دين واحد اسمه الإنسانية أنت أخي 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 آمنت بالله أم آمنت بالحجر صحيح الإنسانية صحيح نعم يعني أستاذ الله يطولنا بعمرك والله يخلي لك عائلتك يا رب هذا المنبر الحلو الظريف بالأخبارية خليك يا رب أن يكون هناك انتباه كبير وعمل دؤوب من أجل جرحة الجيش والقوات المسلحة هؤلاء يجب أن يعطوا حتى يخجل العطاء لأنهم هم والشهداء سبب وجودنا جميعا وسبب وجود هذه الدولة السورية العظيمة تحية للجيش العربي السوري المقدس مرة ثانية أكيد تحيتنا الأولى دائما بتكون بصباحنا لأبطال الجيش العربي السوري وأيضا تحية لألك على هذه الروح الحلوة هذه الصراحة اللي حكيت فيها عبر منبر الإخبارية السورية بغض النظر عن قلة الأعمال اللي مشارك فيها برجع بقول أنه أنت موجود بذاكرة وأذهان وقلوب السوريين وجيل التسعينات وأيضا جيل الثمانينات اللي كتير بيحبك إن شاء الله رمضان كريم عليك وعلى عائلتك وإن شاء الله بنكون معك بلقاءات تانية ومنشوف أعمال جديدة بتكون أنت رضيان عنها إن شاء الله يا رب وشكرا للكون وشكرا للأخبارية السورية وشكرا للشعب السوري الحين أهلا وسهلا شكرا للكون وشكرا للمشاهدينا أكيد وصلنا لخلال الخيطة وأكيد بالخيطة من نوجه تحية لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري الله يحميكم يا شباب وبدأت شكر كل فريق العمل وشكرا يا سالي ويعطيك العافية يعطيك العافية ليا أكيد نهار إن شاء الله يبقى عم يشهد انتصارات أبطالنا في الجيش العربي السوري دعائنا الدائم للكون بالنصر بالقوة وأيضا أكيد بنشكر مصممة الأزياء عالية الغبرة اللي عم بتكون حريصة على أطلالتنا خلال الشهر الفضيل مني ومن كل كادر العمل تبقوا بألف خير كل الحب للكون وإلى اللقاء